بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم معكم امير عيدل واليوم هنقدم مع بعض الجبن الكريمي كل سنوان طيبين داخلين على موسم المدارس كل الولاد بيحبوها وهي فعلا متوقع طعمها جميل جدا هنعملها النهاردة بكمية كبيرة جدا وطعمها يعني زي بتاع بريزدوم بالزبط خطيرة حقية طبعا تعرفين الكوباية اللي هي الربع كيلو ديت حوالي 80 جنيه وهتتاكل كده في ما فيش كانت صندويتش لكن النهاردة هنعمل كمية كبيرة ونفس الطعم حقيقي خرافة ومش هتكلفنا حاجة هتشوف دلوقتي وهقولك بعض البدايل لو فيه حاجة يعني مش موجودة عندك في البيت بصي الجنة بتاعتنا كريمي ورهيبة ازاي طعفة حقيقي طعمها رهيبة وقبل ما نقول عمعنا وصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني ادخلي القناة وكايم المحتوى لو عجبك اعمل اشتراك فعل الجرس على الكل سنوصلك كل جديد يلا بنا نبدأ ونشوف المقادير وطرقة التحضير معانا تلات اكواب من الحليب الحليب يكون بارد الشكل دوت دول تلات اكواب هنزل عليهم بمعلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق ده كده على البرد انا مش هطاهمه على النار ولا حاجة هبتدي ادوب المكونات دي كده مع بعض لغاية ما الدقيق والنشا هيدوبوا خالص في الحليب لشان مش عايزة اي تكتلات فيها دوبتهم كده خالص بعد كده بقى هنرفعهم على النار نبتدي بقى الحليب مش هسيب التقليب خالص هفضل اقلب لغاية ما لقيه الخليب بتاعي يتقلب اول ما لقي الحليب ابتدى يسخن بنزل بمعلقتين من الجبنة الرومي المبشورة او جبنة رومي عندية ما عندكش جبنة رومي عشان تبقى الموضوع مش مكلف بالنسبالك اه في جبنة بودر تعمل جبنة الرومي بتلاقيها عند العطار بتديكي نفس النتيجة ومش مكلفة عشان اي ما تبقاش الموضوع مكلف بالنسبالك يعني في كذبة ده نقدر نستخدمها وهنا معلقة كبيرة من الزبدة بتدي نتعم الحلم اهو بقلب كده وهو الخليب بتاعي سخني بالشكل دو اهو تقل كده معانا اهو بتاعنا بعد ما الخليط بتاعنا تقلوا بقى بالشكل دو اه لو الخلاط بقى بتاعك بيتحمل درجات الحرارة هنحطها سخنة كده هو خلاط بتاعك مش بيتحمل درجات الحرارة استني لغاية ما المكونات بتاعتنا تهدى وبعد كده هنجيب الخلاط ونزلها في الخلاط انا ابتديت انزل كده في الخلاط كده بالمكونات ديت دوسي لونها كده اخدنا اللون بتاع الجبنة البرزون كده هو بالشكل ده نلم بقى الخليط كله بقى مخليش ولا فتفوتة طبعا انتو عارفين العلبة او الكوباية دي بتبقى ربع كيلو بتاع البرزون ديت ما بتوعودش كده هوات مفيش لكن احنا هنعمل كمية كبيرة جدا بعد كده هنا هجيب علبة جبنة مثلسات متقوليش هي مكلفة ولا حاجة لأ هاتي اي نوع الجبنة في تعمة دية بتبقى حوالي عشرين او طمانتاشر جنيه مش تبقى مكلفة بالنسبة لك بالمكارنة بسعر الكوباية اللي هي ربع كيلو انت تعملي كيلو نعمل كيلو من الجبنة الكريمية زي ما انتو شايفين بقى كده في الفيديو حطيت معلقتين من اللبن البوضر تقدر تستغني عنهم لو موجود حطي مش موجود ما فيش اي مشكلة وحطيت الملح الملح بقى بيكون على حسب الزوء خطي كده هو تنص معلقة وبعد كده دقيها وشوفيها بقى محتاجة او لأ على حسب زوقك في الملح فزي ما قلتلك كده المكونات اللي مش موجودة عندك ما تحطهوش اللبن البوضر مش موجود ما فيش مشكلة الجبنة الرومي مش موجودة ما فيش مشكلة بنحط الجبنة اللي هي البوضر الرخيصة سواء سايبة او فيه اكياس منها من عند العطار هاتيها طبعا القوام اللي انت شفتيه دوت الجبنة كانت لسه سخنة عشان احنا لسه نزللها من على النار وحطينا عليها المكونات ديت هتعطيها بقى في التلاجة هتتقل معاكي آآ تعالوا بقى نعمل آآ احلى صندوطش بقى جبنة وااحلى فطار تحفة رهيب حقيقي بصي بقى تعالوا واركي كده القوام بتاعها ولو حبيت القوام بتاعك يكون اتقل من كده هنزود آآ معلقة من النشا هو ده القوام زي بتاعت برة كده بالزبط الطعمة حقيقية جماعة رهيب ما تفرقش حاجة خالص عن آآ جبنة بريزيلون هوا نعمل بقى كده صندوطش كده جميل كده هو اللي عيش ده انا عاملاه في البيت آآ هبقى نزلكوا الطريقة بتاعته تعالوا نحطها كده على الفينو كريمي ونسيت اقول لك حطيت معلقتين زيت عشان يديك اللمعة اللي بتشوفيها ديت آآ وهي بتتدرب في الخلط أسناء دربها في الخلط حطي كده معلقتين من الزيت بس يكون نوعيا نظيفة طبعا ضربنا طبعا كويس فكل مكونات بتاعتنا ديت تعالوا بقى سواء هتحطوها للولاد في المدرسة او انت تفتري كده بيها الصبح هنعمل كده ساندويتش كده جميل جدا سواء بقى ساندويتش كده كومبيلة كده هنحط الاول حاجة هحط الجبن الكريمي بالشكل ده كده واحلى بقى طعمية مع التماطم والجرجير خرافة حقيقة وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة لو الوصفة عجبتك وحبت فيدي حبيبك واصحابك وقرايبك اعمل اللايك وعمل شير للوصفة لو انت مش مشتركة واول مرة تشوفيني اعمل اشتراك فعل الجرس عالكل سنوصل للكل جديد اتمنى الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولي رأيكم في التعليقات والقاوكم في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر